الفهم المقاصدي للسنة النبوية اعداد الاستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف منبر التجديد صوت الوسطية من الاوقاف المصرية إن الله لا يغير ما بقوم حتى أن يغير ما بأنفسه المبحث الخامس سنن العبادات وأعمال العادات إن من الخطأ الفادح الخلطة بين سنن العبادات وأعمال العادات وإلباس أعمال العادات ثوب سنن العبادات بل الأدهى والأمر من ذلك هو الإنغلاق والتحجر والإصرار غير المبرر على ذلك مع أن الأصل في السنة أن من فعلها فله أجرها وثوابها ومن لم يفعلها فاته هذا الأجر والثواب فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أنت تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أنت تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أنت تطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق وقال صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وأكثر إجاباته صلى الله عليه وسلم على أسئلتي من كانوا يسألون عن دخول الجنة كانت تدور حول أداء الفراط واجتناب الكبار والحرص على مكارم الأخلاق وكل ما ينفع الناس فعندما سأله صلى الله عليه وسلم أحد الناس أن يدله على عمل يدخله الجنة أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله أمط الأذى عن طريق الناس ويقول صلى الله عليه وسلم وطميط الأذى عن الطريق صدقة ذلك أن الإسلام جاء لتحقيق مصالح البلاد والعباد ونشر كل ما يحقق الأمن والسلام الاجتماعية وسعادة البشرية في آن واحد ومع تأكيدنا على الحرص على الاتزام بالسنة النبوية رغبة في عظيم الأجر والسواب فإننا يجب أن نفرق بوضوح بينما هو من سنن العبادات وما يندرج في أعمال العداد فحثه صلى الله عليه وسلم على صيام يوم عرفة أو يوم عاشراء أمر تعبدي يدخل في سنن العبادات وكذلك بدءه صلى الله عليه وسلم الوضوء بغسل يديه ثم تمضمضه واستنشاقه فهو أيضا سنة من سنن العبادات لأن ذلك كله من شؤون العبادات أما ما يتصل باللباس ووسائل السفر ونحوه فهو من باب العداد وما كان متاحا على عهده صلى الله عليه وسلم فكما لا يمكن لعاقل أن يقول لن أركب السيارة أو الطائرة اليوم وسأسافر بالجمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فإنه ليس من المعقول أيضا القول بأن هذا اللباس أو ذاك غير موافق للسنة النبوية المشرفة ما دام هذا الثوب يستر العورة ومرجع العادات إلى العرف والعادة وما يراه الناس ملائما لعصرهم وبيئاتهم وطبيعة عملهم ما لم يخالف ثابت الشرع الحنيف وبما أن عورة الرجل هي ما بين سرته وركبته فكل ما يستر هذه العورة غير شفاف ولا مجسد لها فلا حرج فيه ولا إنكار على أصحابه سوى ارتدى الشخص بدلة أم جلبابا والأمر يحكمه العرف والعادة فالعادة محكمة كما نص الفقهاء ولا حرج أن يكون لعلماء الدين لباسهم الذي يميزهم عن سواهم وكذلك الحال في الأطباء والمحامين ورجال الجيش والشرطة أو القضاء لكن أن نجعل من هذا اللباس أو ذاك دينا وما سواه ليس دينا فهو ما لم يقل به أحد من أهل العلم ويجب أن نفهم ما ورد من آراء بعض العلماء في ضوء عادات قومهم وزمانهم ومكانهم فإذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد عدى غطاء رأس الرجل من لوازم مرؤته فإنه إنما راعى ظروف بيئته وعصره وقد رأينا في عقود ماضية وعينا في بعض البيئات المعاصرة من يعد عدم غطاء الرأس مخلا بالمرؤة لأن عادة القوم جرت به أما أن نجعل ذلك دينا وعلامة من علامات الصلاح والتقوى ومن يخالف ذلك يتهم في دينه أو أن نحاول حمل الناس على ذلك باعتباره دينا أو سنة أو كلام فقيه واجب الاتباع فهذا عين الجهل والتحجر والجمود ومما يؤكد أن الأمر يتصل بالعادة والبيئة والعصر ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في موافقاته فقال كشف رأس الرجل يختلف بحسب البقاع في الواقع فهو لذوي المرؤات قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة وعند أهل المغربي غير قادح ولا شك أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أيضا قد راعى ظروف عصره لا ظروف عصرنا وقد أكده على ذلك حيث قال إن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني وبالاستقراء وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد والأحكام العادية تدور عليه حيث ما دار فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جازة ويقرر الإمام القرفي رحمه الله تعالى أن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد فهو خلاف الإجماع وجهالة في الدين بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومن أفت الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل ويقول ابن عبدين رحمه الله تعالى إن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح النص وإما أن تكون ثابتة بضرب من الاجتهاد والرأي وكثير منها يبينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد إنه لا بد من معرفة عادات الناس فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه